السلام عليكم طلاب الصف العاشر المادة الكيميا اليوم بدنا نبلش بالوحدة السادسة وهي الوحدة الأخيرة المعتمدة في الفصل الدراسي الثاني هي بتتناول عندي موضوع الكيميا العضوية لما نحكي عن الكيميا العضوية هي أحد فروع الكيميا الفيديو الماضي قلتلك عندما تحدثنا عن الكيميا الحرارية قلتلك بأن الكيميا هي في عندها أكثر من فرع من أحد ومن أقوى ومن أهم فروعها اللي هي الكيميا العضوية لما نحكي الكيميا العضوية معناته أنا بحكي عن المركبات العضوية لما نحكي عن المركبات العضوية معناته أنا بحكي من الكاربون عضوي يعني كاربون ماذا نقصد في المركبات العضوية هي مركبات ناتجة من اتحاد الكاربون مع الهايدروجين وعدد قليل من العناصر الأخرى زي الأكسجين زي النايتروجين زي الكبرية الهلوجينات الهلوجينات طبعا نحنا اخدناها لعناصر المجموعة السابعة وعدد قليل من العناصر الأخرى لكن نحنا في صف العاشر رح تقتصر درستنا عن المركبات العضوية يلي بتحتوي عندي فقط على الكاربون والهايدروجين لما نحكي عضوي معناته أنا بحكي كاربون لما نحكي عن المركبات العضوية هاي العائلة اللي كبيرة تقسم عندي إلى قسمين إما بتكون عندي أليفاتية أو أروماتية خينا بلش لك بالأروماتية الأروماتية أو العطرية هي مركبات هي مركبات عضوية تشتق من المركب العضوي بنزين الصيغة الجزيئية للبنزين C6H6 هو بتكون بتواجد على شكل حلقة تفاصيل البنزين المركبات الأروماتية بشكل عام هي غير واردة معاك بصف عاشر هي رح تاخدها بأول ثانوي ورح تاخدها بالتوجيه العلمي طبعا مركبات أروماتية بس مطلوبة منك كتعريف كمصطلح عام نحن بهمنا المركبات الأليفاتية بتتواجد على شكل سلاسل كيف شكل السلاسل؟ يعني مثلا لما نحكي لك أنه أنا في عندي ذرتين من الكاربون طلع السلسلة هون بيكون مرتبط بالهايدروجين تسلسل لذرات الكاربون أنا هون في عندي ذرات كاربون مترابطة مع بعض ممكن تكون عندي سلسلة تتكون عندي من ثلاث أنواع من ذرات الكاربون لاحظ إحنا حكينا أنه درستنا رح تقتصر على المركبات العضوية اللي بتتكون من كاربون ومن هيدروجين سلاسل برضو لقدام رح نفهم شو مقصود في السلسلة وطول السلسلة وما إلى ذلك لكن الفرق بالأليفاتية بالأروماتية أو بمفهوم السلاسل السلاسل بيكون جاية على شكل كاربونات على شكل سلاسل مش على شكل حلقة اللي هي البنزين مشتق من البنزين نكمل أليفاتية سلاسل إما بتكون عندي على شكل مركبات عضوية اللي هي بحكي عنها الهايدرو كاربون شو مقصود بالهايدرو كاربون اللي هي مركبات عضوية تحتوي على كاربون وعلى هيدروجين فقط لا غير يعني أنا في الهايدرو كاربونات ما بشوف غير كاربون وهيدروجين وفي عندي مركبات عضوية الفاتين اللي هي مشتقات الهايدروكاربون مشتق يعني أنا مشتقات الهايدروكاربون الهايدروكاربون فيها كاربون وهيدروجين مشتق يعني فيها كاربون وهيدروجين وعناصر أخرى زي الأكسجين والنيتروجين والهالوجينات وما إلى ذلك برضو مشتقات الهايدروكاربون إحنا ما رح تخرق لها بصف عشر أنا رح تقتصد درستنا على الهايدروكاربون الهايدروكاربون يقسم عندي إلى قسمين أول قسم بحكي عنها الهايدروكاربونات المشبعة هلأ قبل ما نتطرق لموضوع الهايدروكاربونات المشبعة وغير المشبعة بدي أكتفهم كالتالي أنه أنا عندي ذرة الكاربون عددها الذري ستة يعني هي توزيعها الإلكتروني حيكون عندي تنين أربعة كما تعلمنا سابقا في الفصل الأول بأن الكاربون عندي لا يفقد ولا يكتسب لكن هو يكون عندي روابط تساهمية هو يشارك في الإلكترونات يعني مثلا من الممكن تكون عندي هاي الروابط التساهمية كالتالي أربعة طبعا هون أربعة نحن نعرف عشان يوصل لوضعية الاستقرار لابد أنه يكون عدد الإلكترونت التكافأ عنده تمانية فعلشان هيك هو بحاجة أنه يكون عندي أربع روابط شمالها تساهمية هلأ هاي الروابط التساهمية من الممكن تكون رابطة 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 بمعنى أنا بحكي عن الهايدروكاربون مع أن تكون عندي أربع روابط مع مين؟ مع الهايدروجين هاي الروابط شمالها أحادية شمالها أحادية إذن أول نوع من أنواع الروابط التساهمية اللي بتكونها ذرة الكاربون إنها بتكون عندي أربع روابط أحادية هون شاركت بأربع إلكترونات وكل ذرة كاربون شاركت بإلكترون فساهمت عندي في تكوين الروابط الأحادية كم عدد الروابط يلي كونتها ذرة الكاربون هون؟ أربع روابط أحادية من الممكن كمان ذرة الكاربون تكون عندي روابط شمالها؟ روابط ثنائية زي هون مثلاً ذرة الكاربون تتكون عندي روابط ثنائية مع ذرة كاربون أخرى مثلاً هلأ هون الكاربون هاي بدأت تتصل مثلا مع هيدروجين مع هيدروجين أخرى هون مع هيدروجين مع هيدروجين علشان يصير في عندي أربع روابط لكن شو نوع هاي الرابطة؟ رابطة ثنائية كمان من الممكن تكون عندي ذرة الكاربون رابطة شو ما لها؟ رابطة ثلاثية مع ذرة كاربون أخرى هون ذرة هيدروجين ذرة هيدروجين هاي شو بحكي عنها؟ رابطة تساهمية ثلاثية بسمي أو خليني أجي هون الهايدروكاربونات المشبعة هي مركبات تكون فيها الكاربون أربع روابط أحادية هيا أربع روابط أحادية هلأ الماكسمم لذرة الكاربون الماكسمم لها كم عد الروابط اللي ممكن إنها تكونها أربع روابط فبأربع روابط شو ما لها أحادية بسمي هذا النوع من أنواع الهايدروكاربون الكانات زي مثلا السي أتش فور هاي ذرة الكاربون تمثيل لويس ذرة الكاربون بتشارك في أربع إلكترونات إلكترونات التكافؤ إلكترونات التكافؤ فيها أدي أربعة فبهيوتهم الأربعة لكن ذرة الهايدروجين عددها الذري واحد إلكترونات التكافؤ هو وحيد فذرة الهايدروجين بتشارك بإلكترون ذرة الكاربون بتشارك بإلكترون فبتكون عندي الرابطة التساهمية الأحادية لما يكون عندي نوع الرابطة التساهمية أحادية بحكي عنها الكانات شو بحكي عنها الكانات بوصفها بأنها مشبعة شو بحكي عنها هيدروكاربونات مشبعة طيب لما يكون عندي هيدرو كربونات غير مشبعة هي مركبات بتكون فيها الكاربور روابط ثنائية مثل هاي روابط ثنائية أو ثلاثية مثل هاي طبعا الثنائية بسميها الكينات والثلاثية بسميها القاينات كيف بيكون شكل الرابطة هيك طبعا أكيد الرابطة الثنائية بما أنه أنا بس بحكي على بما أني أنا بس مختصة في موضوع الهايدرو كاربون يعني أنا في عندي كاربون في عندي هيدروجين الرابطة الثنائية هي تنشأ بين ذرتين كاربون متتاليتين الرابطة الثلاثية تنشأ بين ذرتين كاربون متتاليتين أوكي شباب وصبايا هاي مقدمة لوحدة الكيميا العضوية يلي هي بنحكي فيها عنوين أساسية في الحصص القادمة رح نتناول الحديث على الألكانات تسميتها كيف تصاوغات كيف الصياغ البنائية والجزائية فيها هلا تعالوا نشوف الكتاب كيف نبين للمادة صفحة 52 هون أنواع الروابط نبين لي كيف شكل الروابط اللي بتكونها ضرة الكاربون بشكل عام هون في عندي روابط تساهمية هون في عندي رابطة ثنائية من الممكن ذرة الكاربون تكون عندي رابطتان ثنائيتان هون كمان ذرة الكاربون مكونة عندي رابطة ثلاثية هون في عندي أنه تصنف المركبات الهايدروكاربون وفق الأنواع الروابط إلى ثلاث أنواع أول واحد اللي هي المركبات الهايدروكاربونية المشبعة تحضر ذرة الكاربون فيها بأربع روابط أحادية تاني اشي في عندي المركبات الهيدروكاربونية غير المشبعة اللي هي ثنائية وثلاثية بقسمها الى الكينات والى القاينات الالكينات ذرة الكاربون او اكثر تتكون من ذرتين كاربون او اكثر تتميز باحتوائها على رابطة ثنائية الالكاينات تتكون من ذرتين كاربون او اكثر تتميز باحتوائها على رابطة ثلاثية ثالث نوع اللي هو ما رح نطرق له بس مطلوب منك كالاروماتية العطرية هي مركبات عدوية تشتق من المركب العدوي المعروف بالبنزين C6H6 طبعا مطلوب منك تحفظ الصيغة الجزائية نجي نشوف السؤال الوارد هون بحكي لي هذا السؤال صنف المركبات الهايدروكربونية الآتية إلى مركبات مشبعة وأخرى غير مشبعة لو لاحظنا أول مركب في ذرة الكربون محاطة بأربع روابط أحادية مع ذرة الهايدروجين إذن هي مكونة عندي أكبر عدد ممكن من الروابط وجميعها شمالها أحادية عشان تستقر طبعا وجميعها شمالها أحادية إذن شوها مشبع ولا غير مشبع أكيد مشبع ثاني مركب عندي ذرة الكربون الأولى محاطة بأربع روابط يعني مشبعة لو جينا إلى ذرة الكربون الثانية فيه عندي رابطة شمالها رابطة ثنائية بما أنه يوجد عندي رابطة ثنائية إذن هو مركب غير مشبع نجي إلى المركب الثالث المركب الثالث أنا فيه عندي سلسلة طبعا لاحظوا هون بلش مفهوم السلاسل كربون متتاليات مجموعة من الكربونات المتتالية في عندي وحدة انتين ثلاثة أربعة أربعة ذرات من الكربون مرتبطين مع بعض جميع الروابط فيما بينها روابط شمالها أحادية إذن هذا المركب بحكي عنه مشبع آخر مركب في عندي ذرتين من الكربون هادول الذرات مرتبطة فيهم رابطة ثلاثية إذن نوع المركب هون رح يكون عندي غير مشبع مشبع يعني تساهمية أحادية مشبع غير مشبع يعني أنا في عندي رابطة ثنائية رابطة ثلاثية لهون بنكون نحن أنهينا الحديث كمقدمة عامة في المركبات الهايدرو كربونية تعرفنا أن المركبات الهايدرو كربونية هي مركبات عضوية بتحتوي على كاربون وهايدروجين تقسم إلى مركبات هيدرو كربونية مشبعة وغير مشبعة مشبعة يعني روابط أحادية يعني الكانات بينما غير مشبعة يعني روابط ثنائية الكينات أو روابط ثلاثية الكاينات المرة الجاية إن شاء الله رح نبلش في الحديث عن الكانات يعطيكم العافية